ينضم معنا من المدينة المنورة الأستاذ طلال الرحيلي أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أستاذ طلال مرحبا فيك يا تيك العافية في البداية ترجمة القرآن ومعانيه إلى 14 لغة جديدة كيف ترى ثمارها للمسلمين في الخارج؟ وهل هناك لغات جديدة ستدخل في الترجمة أكثر من 14 لغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا البلد آمن ومطمئنا مستقرا رخاء تحت لواء وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولعادي الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أخي الكريم حييك وحيي السامعين المستمعين والمشاهدين هذه الترجمات إنما هي أضيفة لموقع المجمع على شبكة الأنترنت وإلا في المجمع انتهى وطبع ووزع 74 ترجمة تخدم المسلمين في أسقاع العالم والمسلمين أيضا حتى في الدول الأوروبية وغيرها توزع عليهم هذه الترجمات وهذه الترجمات الأربة عشر إنما أضيفت لموقع المجمع على الأنترنت تعرف الآن التوجه هو توجه رقمي فعندما تضع الترجمات يستفيد منها المستفيد على شبكة الأنترنت فأنه يحصل عليها بكل يسر وسهولة طيب أنتم كيف تختارون اللغات يا أستاذ طلال؟ يعني هل يكون توجيه معين ولا يتم دراسة الموضوع؟ لا هناك مسح وعن طريقة وسائل التواصل والجهات الرسمية خارج المملكة وغيرها يحصر عدد الناطقين بكل لغة وحاجتهم إلى أن يطبع لهم ترجمة تخدمهم لفهم الإسلام وفهم القرآن فمن خلال هذا المسح يقوم مجمع الملك فهد في الحصول على ترجمات أو ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة جديدة ثم المراجع ثم مقوم وهناك توجيه لمعالي الوزير وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للرشاد الشيخ الدكتور عبدالله طيب بن عبدالعزيز آل الشيخ بأن تراجع أيضا من خمسة مراجعين آخرين لديهم الدراي باللغة العربية وبلغتهم وبالعلوم الشرعية حتى تخرج هذه الترجمة السليمة من جميع نواحيها العلمية العقدية والفقهية وغيرها طيب نتكلم أيضا سيد طلال أنتوا برفعتوا الطاقة الانتاجية للمركز 18 تقريبا مليون نسخة في السابق كام وأبغى الصعوبات يعني الصعوبات في رفع الانتاجية أنا ما أسمعك انقطع الصوت ولكن أنا أكلمك عن رفع الطاقة الانتاجية للمركز عندكم وصلت إلى 18 مليون نسخة يعني أبغى تكلمني عن صعوبات هالشيء وهل أنه أنتم 18 مليون هذه وين تذهب وما السبب في رفع هذه يعني عطي السبب في رفع الانتاجية للطاقة 18 مليون نسخة أول شيء الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى تم رفع الطاقة الانتاجية تم رفع انتاج المجمع إلى 18 مليون بل أكثر وهذا لم يكن فيها أي صعوبات فأخي الكريم أنت إذا وضع تمامك عناصر العملية الإدارية أول شيء ينسى بالفضل أهلي فالدعم الذي يلقاه المجمع خلال السنتين الماضيتين من ولاة الأمر هذا سبب رئيس أيضا أنت إذا وضعت أمامك عناصر العملية الإدارية وتعاملت معها بشكل علمي التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه والتنظيم إلى آخره فلن تكون هناك أي صعوبات الطاقة الانتاجية المجمع تستوعب انتاج 18 مليون إلى 20 مليون أيضا ولكن عندما تحول تشغيل المجمع عن طريق الوزارة أصبح الأمر أسهل وبأيدي سعودية وبإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية فأصبح الانتاج سهل ولم تعد هناك أي صعوبات فحسن الإدارة بعد توفيق الله تعالى وركز هنا على أسلوب الإشراف والتوجيه أيضا معالي وزير الشؤون الإسلامية يتصل بنا هذا برنامجه اليومي في الوزارة يتصل بنا كل يوم يسأل ماذا حققت من الخطة السنوية الانتاجية وما هي الصعوبات التي تواجهك حتى يحاول أن نحلها معكم شكرا لك ومباركة جهودكم أستاذ طلال رحيلي أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شكرا جزيلا لك